جماعة اليوم راح اتكلم عن هوت الكريبتو هذا بقيمة 116 مليون دولار اللي يتخذ بعض الاجراءات حاليا راح اتكلم عن هذا الشيء وراح اتكلم عن كيف انه احد اكبر الفرص التاريخية حاليا هنا في الكريبتو تظهر نفسها فجماعة اليوم في عندنا اشياء كثيرة راح نتكلم عنها وراح اعطيكم رؤيتي وراح اقولكم ايش اللي قاعد يحصل هنا في السوق وايش اللي انا اعمل شخصيا واشياء كثيرة اخرى فاتأكدوا بانكم تظلوا معاي من البداية الى النهاية مرحبا بكم مرة اخرى اسم انصور وقدم لكم فيديوهات عن الونات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على ارباح من هذا السوق اذا انت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الان طيب خلونا ندخل هنا الان مباشرة ولتقدروا تشوفوا جماعة هنا في البيتكوين وهو انه على فريم الاربع ساعات نقدر نشوف بانه حصلنا على كسر محترم اسفل هذا الخط الاحمر هبطنا هنا الاسفل الى مستوى 29500 دولار ولسا في فض يحوم ومتعلق بالباينانز زي ما انتم عارفين نقصوا او طردوا الف موظف تبعهم والناس خايفين من الاشياء اللي قاعدت تحصل في الباينانز لانه في اشاعات كثيرة وفي فض كثير يحوم حول الباينانز وهذا يسبب عدم يقين كبير حاليا وهذا الشيء مع كمان القضية اللي راح تطلع من وزارة العادل ضد الباينانز مستقبلا يعني في لقطة من النقاط راح تطلع هذه القضية ما نعرف بالضبط متى ولكن نقدر نتوقع بشكل كبير بانها راح تطلع هذه القضية ولكن هذا الشيء ساهم هنا في هبوط البيتكوين بسبب عدم اليقين بالذات من الواينانز طيب هتقدروا هنا تشوفوا جماعة بانه بعد ما حصلنا على هذا الهبوط حصلنا على ارتفاع وارتفعنا هنا الى حافة الخط البني حاولنا نكسر هذا الخط للأعلى فشلنا بانه نعمل هذا الشيء هنا على فريم الاربع ساعات والان نشوف نفسنا تماما هنا تحت حافة الخط البني بالضبط وبالنسبة للفريم اليومي تقدروا تشوفوا بانه اغلقنا هنا مش فقط شمعة يومية واحدة تحت هذا الخط حصلنا هنا على ارتفاع ولكن بعدها كمان حصلنا على هبوط مرة اخرى واغلقنا هنا شمعة يومية اخرى تحت هذا الخط الاحمر فتقدروا تشوف هنا جماعة كيف انه هذا الدعم بدأ بالضاف ولكن لسه يعتبر مهم واكيد الخط البني هنا بشكل عام يعتبر منطقة مهمة وقوية جدا للبيتكوين طيب استراتيجيتي طبعا لسه زي ما هي ورؤيتي كمان لم تتغير لسه اعتقد بانه هذا هنا يعتبر مستوى الدعم قوي جدا والهبوطات هنا داخل هذا الخط البني هي للشراء بشكل عام هنا حاليا كل هبوط يحصل في البيتكوين هو للشراء ورح اقول لكم ليش لاحقا في هذا الفيديو ولكن هذا هو الشيء اللي انا عمله شخصيا انا اخلي البوطات تعمل تداولاتها وتستفيد من التقلبات هذه اللي تحصل هنا على المدى القصير ورح اعطيكم تحديث هنا عن البوطات بعد شوية ولكن اخلي البوطات هنا تعمل او تستفيد من هذه التقلبات على المدى القصير وبالنسبة لي رح اجمع هنا في كل هبوط يحصل وزي موقع جماعة لما تطلع القضية ضد الباينانس فاحتمال كبير بانه احنا رح نحصل على شمعة حمراء كبيرة للأسفل وبعدها شمعة خضراء كبيرة فهذه هي جماعة استراتيجيتي وهذا هو اللي انا امتظره وهذا هو اللي اعمل فراح نشوف اذا هذا رح يكون مربح او لا ولكن بالنسبة للبيتكوين تقدروا تشوف هنا على الفريم اليومي بانه احنا اغلقنا هنا تحت هذا المستوى الاحمر خط الدعم والمقاومة هذا تقدروا تشوف هنا بانه هذا خط مهم جدا ويرجع الى سنة 2022 وهذا طبعا على الفريم اليومي فهذا هنا كان مستوى دعم ومقاومة قوي جدا وكل كسر تحت هذا الخط يعتبر اشارة سيئة تقدروا تشوف هنا كسرنا تحت هذا الخط في هذه المنطقة والان كمان يعني كسرنا تحت هذا الخط ولكن بعدها حاولنا بانه احنا نرتفع فوق هذا الخط قدرنا بانه احنا نرتفع ولكن حصلنا هنا على هذه الشمعة الحمراء الاخرى والان احنا تحت هذا الخط ولكن هذا الخط الان قاعد يرتفع اكثر واكثر وحاليا الان عندما يقارب 31 ألف دولار فيعني كلما مشينا اكثر الان كلما احتجنا الى ارتفاع اكبر علشان نوصل الى هذا الخط ونكسر فوقه ولكن انا افضل بانه احنا نحصل على ارتفاع سريعين فوق هذا الخط ونستمر للاعلى ولكن اكيد يعني لازم نعرف دينماكية السوق حاليا وهي انه يوجد عدم يقين كبير حاليا الان بخصوص الباينانس طيب خلونا نتكلم عن الاسواق التقليدية لانه هذا هنا شيء ضخم وقبل جماعة من نتكلم عن الاثريوم وحوت ال 116 مليون دولار عايز اوريكم هنا هذا هذا جماعة هنا شيء جنوني تماما في الاسواق التقليدية هتقدروا جماعة تشوفوا هنا بانه احنا كسرنا فوق هذا الخط البني المهم تبعي وهذه المنطقة هنا بشكل عام وايش هذه المنطقة هنا هذه تعتبر منطقة مقاومة قوية جدا للاسواق التقليدية ولكن المنطقة اللي في العادة نحصل منها على ارتداد او نحصل فيها على ارتداد لارتفاعات البير ماركت هي هذه المنطقة هنا بين الخط الاحمر في الاسفل وخط المقاومة في الاعلى طبعا للمتابعين قناتنا من فترة فهم اكيد عارفين هذه المنطقة لانه اتكلمنا عنها لفترة طويلة في السابق طيب تقدروا تشوفوا جماعة هنا بانه حصلنا على ارتفاع كبير الاعلى من مستوى 3600 دولار هنا الى الاعلى الى مستوى 4300 دولار في الاسواق التقليدية وهذا كان مجرد ارتفاع في البير ماركت وبعدها بدنا في الهبوط ولكن هذه هنا مش نقطة المهمة نقطة الرئيسية جماعة والمهمة وهي انه اذا نظرنا على الاسواق التقليدية خلونا نشوف هنا على هذا الشيء على الفريم الاسبوعي كم نبعد الان من مستوى اعلى قمة سابقة في الاسواق التقليدية طيب خلونا ناخذ هنا ونشوف تقدروا تشوفوا بانه احنا نبعد 4.5% من اعلى قمة في الاسواق التقليدية فخلووا يا جماعة هذا الشيء هنا يترسخ بعقولكم 4% من مستوى اعلى قمة سابقة في الاسواق التقليدية وعشان كده جماعة انا اقولكم بانه لا تلتهوا بالتقلوات هنا على المدى القصير للبيتكوين لانه البيتكوين في النهاية راح يتغلب على الاسواق التقليدية وهذا يا جماعة فقط مسألة وقت ونحن الان لسابعين جدا من اعلى قمة في البيتكوين ولما البوليشنس ولما الزخم الايجابي يبدأ بالدخول وهذا طبعا هنا راح يبدأ بالاسواق التقليدية بالارتفاع هنا وتعيد اختبار مستويات اعلى قمة سابقة ولما يحصل هذا الشيء جماعة فراح نشوف شيء جنوني تماما يحصل للأسواق بشكل عام الناس راح يخاطروا بشكل اكبر وراح يدخلوا في الكريبتو بشكل اكبر واكبر وكل شيء جماعة يتوافق للكريبتو وكل شيء يتوافق للبيتكوين فيعني ما راح اعير انتباه كبير هنا للتقلبات على المدى القصير وزي ما قلت علشان كده جماعة احنا نستخدم البوتات ولكن التجميع حاليا لتجهز للبولران القادم وتأكدوا جماعة بانكم تشوفوا احد الفيديوهات السابقة التي تكلمت فيها عن هذا الشيء هنا بشكل اعمق لانه التقلبات على المدى القصير في الواقع ما تهم بشكل كبير لانه راح يتم الموافقة على البيتكوين اي تي اف عاجلا ام اجلا نعم يعني ربما راح ياخذ وقت وربما كمان ما راح يكون في اول محاولة ولكن بلاكروك في طريقها للحصول على موافقات البيتكوين اي تي اف وعندهم سجل حافل وكبير بالحصول على موافقات لكل اي تي اف اللي قدموا عليها من قبل فهذه هنا فقط مسألة وقت وبعدها الاشياء راح تصبح جنونية جدا جدا فلازم يعني تكون مجهزة الان والناس بالفعل قاعدين يتجهزوا لانه الاس اي سي بدأت بالنظر في طلبات ال اي تي اف ولعد تنازله بدأ فهذه هنا فقط مسألة وقت الى ان يعلنوا قرارهم ربما يعني ما راح يوافق عليه بشكل سريع ولكن راح يوافق عليه في النهاية وتقدروا تشوفوا هنا بانه المتماسكين على المدى الطويل يجمعوا البيتكوين بشكل جنوني فيعني مش قاعدين يبيعوا وفي الواقع هنا قاعدين يجمعوا البيتكوين اكثر واكثر في كل يوم هذا هنا طبعا المتماسكين على المدى الطويل وراح يحصلوا على ارباحهم على المدى الطويل وكمان اللي تقدروا تشوفوا هنا بانه البيتكوين غير مرتبط بأي اسواق تقليدية حاليا تقدروا تشوفوا بانه في توافق او تناسق بنسبة 0.87% هنا في الاثريوم وهذا طبعا شيء منطقي لانه طبعا كريبتو فيعني البيتكوين والاثريوم نوعا ما في توافق والدوشكوين والبيتكوين كمان متوافقين وبعدها ننزل هنا للأسفل ونقدر نشوف على مايكرو ستراتيجي يعني حاليا مش متوافقين او متناسقين بشكل كبير حاليا وكوين بيس تقدروا تشوفوا هنا بانه مش متوافق وكمان تقدروا تشوفوا الاس انبي فايف هندرد هنا التوافق مع الاس انبي فايف هندرد والذهب والناس داك وبقية هذه هنا الاشياء والاصول في الواقع هنا بدأ بالانفصال بشكل كبير فهذا كمان هنا يرسم الصورة بانه في النهاية البيتكوين اكيد راح يلحق بكل هذه الارباح اللي حصلت عليها هذه الوصول وبالنسبة هنا للنسب فاكيد راح تكون بنسبة عالية جدا للبيتكوين هذا هو اللي انا مؤمن فيه وراح نشوف اذا هذا الشيء بالفعل راح يصل او لا وما في جماعة اي انكار بانه كل هذه الاموال اللي تم تطاعتها في السنوات الماضية نعم حاليا الان هنا قاعدين انخفض شوية فيعني الفيدرالي بدأ باخراج بعض الاموال هنا من النظام ولكن احنا لسا عند مستويات خرافية وكل هذه الاموال يعني بما انه معدل الفائدة راح يبدأ بالانخفاض في نقطة من النقاط فالفيدرالي راح يبدأ بتنقيص معدل الفائدة بنقطة من النقاط وهذا معناته بانه راح يكون في اموال في السوق فهذا معناته بأن كل هذه الأموال راح تبحث عن مكان علشان تدخل أرباح ونعم الأسواق التقليدية ولكن بكل تأكيد كمان البيتكوين فجمعة لازم نتجهز الآن أنا عارف بأنه هذا قد يكون أو ممكن يكون شيء مؤلم بأنه نشوف الأخبار ونشوف البيتكوين يهبط بالنسبة 2000 دولار هذا شيء مؤلم طبعا ولكن إذا في عندك رؤية للمدى الطويل فالأشياء راح تكون جيدة هذا هو اللي أنا مؤمن فيه ولكن هذه طبعا يعني مش نصيحة مالية ومن ناحية الربح المخاطرة فأعتقد بأنه هذه هنا من أفضل الفرص علشان الواحد يدخل فيها في البيتكوين وأكيد استخدم استراتيجيات المدى القصير يعني نفس هذه هنا البوتات حاليا وبما أنه إحنا الآن نتكلم عن البوتات فخلونا ناخد هنا نظرة سريعة تقدروا تشوفوا بأنه هنا كثير من طالبات الجراء تم تنفيذها في هذه البوتات وأنا منتظر لمستوى أخذ الأرباح علشان يتم الوصول إليه فأكيد راح نغير هنا مستوى أخذ الأرباح إلى أقل مستوى ممكن علشان يتم تنفيذه بأسرح وقت فهذه البوتات هنا إما أنها راح تحصل على ارتفاع ويتم تنفيذ مستوى أخذ الأرباح أو أنها راح تستمر بالهبوط والبيتكوين راح يستمر بالهبوط وممكن نوصل إلى نقطة يصبح فيها البيتكوين صعب بأنه يوصل إلى مستوى أخذ الأرباح ولكن في تلك النقطة راح نعيد التفكير وراح نعيد التقييم ولكن إحنا لسا ما وصلنا إلى هذه النقطة محتاجين بأن هذه البوتات توصل إلى 10 أو 11 أو 13 طلب شراء علشان نفكر في هذا الوضع ولكن حاليا هنا الأشياء لسا أداءها جيد جمعت هذه الطلبات فمستنيين إما أنه راح يتم الارتفاع وناخذ الأرباح أو بأنه راح نحصل على الهبوط ونعيد التقييم طب جماعة زي ما قلت أحد حيتان الإيثريوم حصل على إيثريوم من الآيسي أو وفي ذلك الوقت كان قيمة هذه الكمية 1938 دولار وحاليا الآن قيمتها 116 مليون دولار كل هذا الإيثريوم الآن تم إرساله إلى كراكين فهل هذول الأشخاص الآن باعوا الإيثريوم في الكراكين أو هل راح يخزنوه أو إيش اللي راح يعملوه مش تعرفين بالضبط لأنه الآن هنا لسا سعر الإيثريوم ما هبط بشكل كبير اعتمادا على هذا الخبر فنعم جماعة مش قاعدين نشوف ضغط بيع كبير هنا الآن في الإيثريوم على المنصات فرح نشوف إيش اللي راح يحصل من هذا الشيء ولكن شيء مثير بأنه نشوف كبار الحيتان هنا يحاولوا البيتكوين إلى كراكين ربما قاعدين نلعبوا معنا ما نعرف طب جماعة هذا كل شيء عند اليوم بالتوفيق لجميع وأشوفكم في الفيديو القادم